السلام عليكم طلاب محاضرتنا الثانية وإياكم اليوم في مادة هياكل متقطعة فيما يخص الشابتر الأول اللي هو كل ما يخص الستثيوري تحدثنا بالمحاضرة السابقة عن بعض المفاهيم البسيطة للمجموعات يعني أخذنا تعريف المجموعة مثل ما هو واضح أمامكم وقلنا إنه المجموعة هو أي تجمع تعريفها هو أي تجمع من الأشياء وهذه الأشياء ممكن نسميها element وممكن نسميها منبارز وأخذنا فكرة إنه شون نكتب المجموعة شون نكتب يعني المجموعة كحروف كارتل لتر وشون نكتب عناصر المجموعة كحروف سمول لتر وشون نكتب على ما يعني شون نكتب الانتماء رياضيا شون نكتب الانتماء للمجموعة وعدم الانتماء للمجموعة وأيضا شون النطقة يعني لما نقول A هو عنصر من عناصر المجموعة X A belong to X ينطق بهذه الصورة أو بالعربي A هو عنصر من عناصر المجموعة إلى X وأيضا علمنا عن أشكال تمثيل المجموعة أشكال تمثيل المجموعة ياريت لي أشكال تمثيل المجموعة وقلنا إنه بالإمكان تمثيل المجموعة بثلاث طرق الطريقة الأولى هي ذكر كل عناصر المجموعة محصورة بين قوسين ويبرق بين عنصر وآخر بوجود فارزة هذه هو الطريقة الأولى لتمثيل المجموعة ذكر كل عناصر المجموعة إذ كان هذا ممكن يعني إذا كان ممكن إنه ذكر عناصر كل المجموعة فممكن تمثيل المجموعة بهذه الطريقة الطريقة الثانية هي ذكر صفة المجموعة يعني نكتفي أن نقول صفة المجموعة لا ذكر عناصرها مثلا نقول لتكون المجموعة أي هي مجموعة كل الأعداد الطبيعية الزوجية أو مجموعة كل الأعداد الطبيعية الفردية فذكر صفة المجموعة لم نذكر عناصر المجموعة فردا فردا وهذا الأسلوب هو للتعبير عن المجموعة لما تكون الأسلوب الأول غير ممكن لما يكون الأسلوب الأول غير ممكن ممكن نعبر عن المجموعة بالأسلوب الثاني أما الاسلوب الثالث وهو اسلوب المخططات مخططات VIN VIN Diagrams هو اسلوب أغلب الأحياني يكون اسلوب توضيحي هذا كلها طبعاً حشيناه بالمحاضرة الأولى هو اسلوب توضيحي تستخدم مخططات VIN لما يراد إضاحة فكرة معينة أو فتقاعدة معينة أو فتنظرية معينة أو فتحقيقة معينة تستخدم مخططات VIN لتوضيح الصورة أكثر لتوضيح الصورة أكثر هاي هو ثلاث أساليب من أساليب التعبير عن المجموعة طبعاً أخذنا أمثلة على الاسلوب الأول وعلى الاسلوب الثاني ووصلنا وإياكم إلى المجموعات الجزئية المجموعات الجزئية طبعاً من نشوفون كلمة definition نقصد بها لريد نعرف لريد نعرف شي معين فكتعريف للمجموعات الجزئية إذا عدنا أي مجموعتين مجموعة أولى أسمها مثلاً لا على التعيين أسمها A ومجموعة أخرى أسمها B وكان وهاي المجموعتين حققوا لي شرط معين وهو إنه كل عنصر من عناصر A فما هو إلا عنصر من عناصر B فتكون المجموعة الجزئية أي تكون المجموعة A هي مجموعة جزئية من المجموعة B وانتبهوا في المجموعات الجزئية انتبهوا على كلمة كل جاي نقول كل عنصر من عناصر المجموعة الأولى A ما هو إلا عنصر من عناصر المجموعة الثانية B وهنا كلمة كل تشمل كل العناصر فمنعبر بالتعريب نقول if A ينتمي إلى A capital A implies A ينتمي إلى B ما نقصد هو العنصر A يعني عنصر معين A نقصد لا على التعيين X من العناصر نقدر نستعيض عن هذا A بX يعني نقول أي عنصر من عناصر A ما هو إلا عنصر من عناصر B إذا تحقق هذا الشرط نقول إنه المجموعة A هي مجموعة جزئية من المجموعة B طبعا هذا هو A هذا هو السلوب التعبير عن المجموعة الجزئية تكتب A ويكتب هذا علامة الاحتواء علامة الاحتواء وتحتها خط تحت الخط ويذكر المجموعة الثانية الأي سبست من البي بعض الكتابي كتبوه بهاي الطريقة بدون هذا الخط السفلي أي سبست من البي للتعبير الرياضيا عن المجموعة الجزئية هو هذا هناك التعبير في الأسفل التعبير الرياضي للتعبير عن المجموعة يعني A تكون سبست من B إذا كان لكل A لكل A ينتمي إلى A يحقق أنه هذا A موجود في B ممكن نستعيض عن if and only if بسهم باتجاهين نفس الشيء أما نكتب if and only if باللغة الإنجليزية أو ننسم سهم بالاتجاهين وذكرنا أنه السهم بالاتجاهين يعني أنه العلاقة متحققة من اليسار إلى اليمين وكذلك متحققة من اليمين إلى اليسار يعني إذا واحد قال A مجموعة جزئية من B هذا يعني أنه كل عنصر من عناصر A ما هو إلا عنصر من عنصر ما هو إلا عنصر في B وإذا واحد قال اليمين قال أنه عندي مجموعتين لكن هذه المجموعتين كل عنصر من عناصر A هو عنصر من عناصر B نقل إذن المجموعة A هي مجموعة جزئية من B هذا فيما يخلص المجموعة التعريف المجموعة الجزئية اللي أخذنا بالمحاضرة السابقة أيضاً يعني متى تتساوى مجموعتين متى تتساوى مجموعتين للمجموعات حقيقة لو كانت عندي مجموعة اسمها A ومجموعة اسمها B فيتحقق التساوي التساوي يتحقق التساوي إذا تحقق الشرط التالي إذا كانت المجموعة الأولى هي مجموعة جزئية من المجموعة الثانية وكانت المجموعة الثانية هي مجموعة جزئية من المجموعة الأولى هذا هو تعريف التساوي بين مجموعتين وأيضاً طبعاً ممكن التعبير عنه بالرموز الرياضية بالشكل التالي وأيضاً نلاحظ أنه علامة F and all F علامة السهم بالاتجاهين متحققة يعني لو واحد ينطيك مثال يقول لك أكفت مجموعتين مجموعة اسمها A مجموعة اسمها B متساويات أنت لازم ينصر في الذهن دائماً أنه المجموعة الأولى هي مجموعة جزئية من الثانية وأيضاً المجموعة الثانية هي مجموعة جزئية من الأولى طبعاً هذا السهم اللي بالاتجاه الواحد مو صحيح يعني لازم كلمة and إهنا وخطأ إهنا مطبعي وهكذا هذا هو أسلوب التعبير عن مجموعتين متساويتين كأمثلة يعني تكلمنا عن أمثلة بسيطة بالأرقام يعني لو كانت عندي مجموعة A ومجموعة B ومجموعة C وكل وحدة من ضمن من عدها مجموعة من الأرقام مثل ما موضح أمامكم ممكن ببساطة نعرف أي مجموعة هي مجموعة جزئية من الثانية باستخدام تعريف السبسة تعريف المجموعة الجزئية لازم مثلاً المجموعة C مثل ما موضح أمامكم اللي نضمر الرقمين واحد وثلاثة واضح جداً أنه هي مجموعة جزئية من مجموعة A والسبب كون الواحد هو ينتمي إلى C وينتمي إلى A والثلاثة تنتمي إلى C وتنتمي إلى A وواضح جداً أنه الـ C أيضاً مجموعة جزئية من B والسبب أنه الواحد والثلاثة اللي هما عناصر C ما هما إلا عناصر في B موجودين أيضاً في B فالـ C هي مجموعة جزئية من A ومجموعة جزئية من B بينما ممكن نقول الـ B ليست مجموعة جزئية من C الـ B ليست مجموعة جزئية من C أو الـ A ليست مجموعة جزئية من B أكو رسائل خلننشوف يعني بتشات المايكات آني فاتحها من يمي حقيقة وأحت أتأكد لكم يعني بس خلا أحاول حساني فتحت المايكات من يمي كلها ماكو مايك مغلق يمي يتقدون يعني تحكيون في أي لحظة أوكي واحد اثنين ثلاثة أروا خمسة ستة الحظومين ستة تقريبا سبعة ستة أو سبعة أي واحد يريد عنده ملاحظة أو يريد يتكلم يريد يتكلم عاد يعني هاي كانت كان مثال على المجموعات الجزئية وصلنا إلى مكان اللي هو البروبراتي يعني خاص شوف كلمة بروبراتي هاي يعني خاصية خاصية معينة يراد ذكرها الخاصية الأولى الهنان اللي مراد ذكرها هي كلها تحتقرها لكم إياها بالإنجليزية وأشرح لكم إياها يعني بالعربي شنو المقصود من هاي الكلام The statement A sub-setment B does not exclude the possibility that A equal to B يقول هذا الرمز أي مجموعة جزئية من بيلوت لاحظون إنه هذا التساوي اللي تحت يعني الخط اللي يصيد تحت الرمز غصون تعاني من الرمز ليش؟ الرمز حازم خافتدخل H capital خالتدخلها كلها small letter أتصور هيك يعني الرمز يعني الرمز الرمز له الباسورد إذا الرمز ليش؟ يعني نفس الرمز كلكم دخلتوا على الرمز الرمز لحضوركم صار تسعة زين يعني ثمانية يقص لي منار منار تقدرين تحكين ليش الرمز يعني نرمز كلكم دخلتوا ماك مشكلة بيه خال جاي تخطأ بواحد من الأرقام أكو مشكلة هسا عدكم أجد واحد يحكي منتكم أكو مشكلة عدكم إذا واحد أكو مشكلة بالموضوع خلي يتكلم أنا فاتح المعيقات كلها أستاذ دخلت استاول المحاضر ناكل لزين ناكل لزين عشان إيدك نكمل المحاضرة أكو شي عدكم ملاحظة تحبون نرجع أو نركز على هذا الموضوع معين لو نكمل حسن حسن رافع إيدك ماكو أحد المهم نكمل المحاضرة الخاصية الأولى نقول الستيتمنت هاي أي سبست من بينه نلاحظ إنه هاي علامة السبست ماكو جواب ماكو شكو